استعداد دائم لوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية على بحيرة عين الحياة بالفستاط لاستضافة كافة بطولات الفروسية فقد استضاف الوادي بطولتي الجمهورية لقفز الموانع واستمرت كل بطولة على مدار سلسة ايام بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية وشهدت اشادة كبيرة من الفرسان بقدرة الوادي التنظيمية وما يتمتع به من ملاعب ذات سمات دولية الامكانيات الان هنا عالية جدا 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 طبعا يعني دي بينعكس على سلامة الفرسان وسلامة الخيول نفسها واحنا طبعا بنبقى احنا يعني امنين هنا جدا 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 ناحية الامنية نفسها وناحية الفنية الخاصة بالسلامة الخيل وسلامة الفرسان دي حاجة كويسة مش موجودة في حد الفطير موجودة هنا ودي الفروسية دلوقتي بقى من الاماكن المميزة جدا في رياضة الفروسية فعليا وفعلا ان احنا دلوقتي تجوزنا مرحلة البطولات المحلية وان دلوقتي بقى في بطولات دولية بتتم هنا حصل بطولة الكلة الدولية حصل بطولة الفرق الدولية هنا الملاعب بتاعته مبهزة كويس قوي وهو المكان الوحيد في مصر اللي فيه صارة مغطاة فده بتتيح لي انه هو انه نقدر تتعز الحر نقدر نتمرن داخل المكاننا المكان حلو جدا وواسع والاراضي حلوة جدا والخيل بتبع مسترعيحة قوي التي تساعد فرسان على ابراز مهارتهم في قفز الموانع من مختلف الارتفاعات فالملاعب ذات مواصفات دولية اضافة الى فندق اقامة اللاعبين واستبلات خاصة بالخيول بتجهيزاتها البيطرية وغرفة حكام دولية كل حاجة متوفرة الاراضي الفندق البوكسر بتاعت الخيل كل حاجة متوفرة فأكتر مكان موجود دلوقتي يقدر يستقبل بطولات دولية التجهيز المكان على اعلى مستوى بصراحة البوكسات مش نايسة حاجة وهحب بأذكر وزارة الداخلية على مكان جميل زي ده وان انا موجود هنا النهاردة وراكب معهم وادي الفرسية فعلا وادي على اعلى مستوى وادي فيه امكانيات عالية جدا من امكانيات فنية باراضي تدريب واراضي بطولات معمولة على اعلى مستوى الارض التنظيم كل حاجة كانت سوبر ارض الاحماء الارض البطولة نفسها كل حاجة ما فيهاش غلطة اسكرت دولة الداخلية على المكان والجد والبوكسات بتاعت الخيل كمان كويسة جدا ليهم ويعني لقى مكان موريح جدا هكذا يواصل وادي الفرسية تنظيمه الناجح لبطولات الفرسية منذ ان قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح قبلة رئيسية لكافة بطولات الفرسية سواء محلية او على المستوى الدولي اشتركوا في القناة